اكد الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دولة العقادة الثالث من الفصل التشريعي السادس على همية الرؤى الاقتصادية لمملكة البحرين في تحقيق النموي والاستدامة وتجسد رؤية البحرين الاقتصادية 2050 التي وجه جلالته لتسريع العمل عليها استشرافا وطنيا يشكل تصورا متجددا لحاضر ومستقبلها لمملكة البحرين ليعود اثرها على الوطن والمواطنين ونؤكد في هذا السياق على اهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا وتعكسه مؤشرات الاداء والتنافسية وطنيا ودوليا ونوجه هنا لتسريع العمل على نسختها القادمة للعام 2050 لتشمل تصورا متجددا لمستقبل بلادنا وأجيالنا للحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بقيام شريعتها الإسلامية وبكل ما يوثق روابطها القومية ويحصن هويتها الوطنية كعنصر أصيل للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة من منطلق الاستمرار في مسيرة الخير والازدهار والنهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين وبكل تفاؤل تمضي المملكة مجددا نحو آفاق جديدة إلى مستقبل مشرق لا تتوقف إليها جهود أبناء البحرين لتحقيق تطلعات العاهل المعظم حفظه الله ورعاه في رؤية البحرين 2050 التي تأتي استكمالا للرؤية الاقتصادية 2030 مملكة البحرين ورؤيتها الطموحة تسير في طريق تصاعدي لتحقق بذلك جميع المكتسبات والمنجزات التي كانت محط الأنظار إقليبيا ودوليا وانطلاقا مما تم تحقيقه من مستهدفات في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2008 تأتي رؤية 2050 لتحقق التطلعات الوطنية وفق مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية من خلال وضع الخطوط العريضة للرؤية الاقتصادية بالتعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني جملة هذه المبادرات والمشاريع الوطنية الرائدة أتت بفضل رؤية القائد جلالة الملك المعظم أيده الله والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لتحقق في مجملها حاضرة ومستقبل مملكة البحرين وهو ما أكده التوجيه الملكي السامي لتسريع العمل على نسخة الرؤية للعام 2050 وتمثل رؤية البحرين 2050 خارطة طريق ليست بجديدة على عشاق التحدي ومحبي الإنجاز الذين يتطلعون دائما لخوض غمار التحدي لتنعكس نتائج رؤية البحرين الاقتصادية 2050 على أرض الواقع